السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذه الحصة إن شاء الله لنموذج من الامتحان المحلي في مادة النشاط العلمي لمستوى السادس ابتدائي دورة يناير نمر الأول تمرين اللي فيه سلب خط بين كل عنصر من عناصر الدار الكهربائية بالمنزل ودوره العناصر عندنا العداد صاهرة والفاصيل عندنا يحمي الدار الكهربائية في المنزل تركب على التوالي مع الجهاز لحمايته ويقيس طاقة الكهربائية المستهلكة نشوفوا العداد العداد جاي من عد يعني يقيس الطاقة الكهربائية المستهلكة وعندنا الصاهرة تحمينا الأجهزة في المنزل تركب على التوالي مع الجهاز لحمايته باش لدى زدو مجهد تتحرق الصاهرة وتيتحمى الجهاز عندنا الفاصيل يحمي الدار الكهربائية في المنزل لو قحشي سيركوي مثلا تتقطع الدو على المنزل والسؤال الثاني إنه يمثل شكل تركيب مصباحين في الدار الكهربائية المنزلية هات الشكل هذا عندنا المصباح الأول والمصباح الثاني آلف تتكون دار الكهربائية الممثلة في الشكل الجانبه من نوعين من الأسلاك وهي لشفنا الألوان لهنا هنا عندنا أسلاك باللون الأزرق وأسلاك باللون الأحمر السلك المحايد لونه أزرق هذا لكي يكون هنا لونه أزرق أزرق وعنا سلك الطور لونه أحمر سلك الطور هو اللي كتركيب فيه صهيرة آآ تاني آآ سؤال باء ما اسم العنصرين L1 و L2 هالموجودين في التركيب هنا L1 و L2 اللي كيكونوا بهات الشكل هذا دائرة وفي الداخل دي لها علامة فيه هذا كي تسمى مصباح هادو مصباحين آآ سؤال تاء ما نوع تركيب العنصرين L1 و L2 عنا L1 بحدو L2 بحدو هادا كنسمي على التوازي يعني متوازيان ما مركبينش في دارة وحدة يعني واحد حدا واحد لا كلها واحد بالدارة ديالو وعنا ما اسم العنصر A الموجود في التركيب هنا هاد العنصر A سبق لي وقلت لكم شنا هو كي تركب في اللون الأحمر يعني في الطور هادا كي تسمى صهيرة عنا في السؤال الثالث عنا ما هي أول خطوة نقوم بها قبل استبدال المصباح الثالث أول شيء يخصنا نديره هو أننا نقطع التيار عن المنزل ولا غير عن ديك البلاسة يعني فقد نبدلو فيها المصباح كأننا قطعوها بالنقاصة يعني قطع التيار عن المنزل بواسطة الفاصل كي تسمى الفاصل نمر التمرين الموالي في السؤال واحد أتمم ملء الفراغ بالعبارات الآتية حيوانات دقيقة الهواء معدنية طبقة خارجية عضوية عنا الماء تقع تربة في الطبقة الخارجية من القشة الأرضية عنا في الطبقة الخارجية وتتكون من ماذا من مواد كديرة عضوية ومواد معدنية كنتم لقوهم جوش في الطربة الطربة وسط حي هنا جاءت الكلمة متلسقة حي لأنها تحتوي على حيوانات دقيقة وهواء وماء هذو من المنخصة التي كنتم تحفظوهم في النشاط العلمي هنا سؤال الثاني أتمم بوضع علامة في المكان المناسب التربة تترك من مواد معدنية فقط لا عدقلنا هنا فيها مواد معدنية ومواد عضوية هذا لا خطأ لا تساهم الكائنات الحية للتربة في تخصيبها خطأ كنعرفو على أن الكائنات الحية اللي كتكون عيشة في التربة شنو كتديد كتاكل ما دوك الباقية مثلا دي الأوراق ودك شي الأغصان اللي كيكونوا في التربة وكتحولهم للذبل يعني كيتساهم في تخصيب ديال التربة يعني حتى هذا خطأ وعندنا جملة الثالثة من عوامل حث تربة الرياح هدي صحيح من اللي كتكون الرياح كتحيدنا ديك الطباقة الفقانية ديال التربة كتسمى الحث وعندنا التربة وسط حي صحيحية أيضا حيث قلنا هنا حيث فيها حيوانات دقيقة فيها حيات والسؤال الثالث صنف مصادر الطاقة أسفله إلى طاقة متجددة وطاقة غير متجددة عندنا مصادر الطاقة المتجددة مثلا الخاشب وش هو متجدد ولا لا هو غير متجدد يعني مثلا اللي حي من اللي كان حرقه الخاشب ما كيعاود شي تنجينا في بلاسه خشب واحدة أخر هذيك اللي حرقنا هيتعاود الرأسه لا غير متجدد عندنا الرياح هذي متجددة كتصوت الريح وكتعاود الريح وكتعاود الريح كينتكرار لنفس الشي والبترول غير متجدد حيث كي نسمعو على أنه لقاوا مآبار ديال البترول ولكن مع واحد لمدة تقاضى يعني هذا غير متجدد الشمس متجددة الشمس كينا كل يوم سدود هذي متجددة يعني الثاقة اللي كتنتج منها متجددة كتكون نهر على أخوه والفحم الحجاري غير متجددة حيث احتهو بحل الخاشب يعني انفوه كان ساليوه صافيكمل ما كيتبدلش من اللي كناخدو منه ما كيتعوضناش بواحد آخر إذن بهذا عزائي التلاميين غيكون الامتحان ديالنسالة وانتلقى ان شاء الله في امتحان آخر وانتمنى لكم التوفيق